الى ما وصلت الصراحة مرحلة مرة مرة خطيرة مرة خطيرة كان اطلع في البيت السطح لحالي لما هل ينامون الساعة اثنين كذا في اللي اطلع واجله سبكي يبكي 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 ما ادري ايش اجله سبكي ومخي طول الوقت سلبي ويعطينا افكار سلبية ويقول لي يا اخي انت رجل عيشة واش دنك هذي اللي انت عايش فيه انت تعرف ايش تسوي عشان ترتاح بس انه انت تدري انه حرام بس يعني اذا تبغى ترتاح ترى هذا خيار مولود فكان خلاص يا جماعة صراحة يعني كان كله مطلع في هذا الوقت في الليل اجله سبكي وجلس اتفرج للارض وافكر اني انهي حياني الاكتئاب بكل بساطة هو غياب السعادة عن الشخص بسبب انخفاض او انعدام هرمونات السعادة في الجسم في حس الشخص بالاحباط الدائم وفقدان الشغف والحزن الشديد والافكار السلبية المستمرة في صير الشخص ما يحس بالسعادة بالاشياء البسيطة اللي كان يسويها زمان وهذا زمان كان اسمها الحزن الشديد ودائما ما يكون له سبب فيه سبب معين وراء هذا الحزن يا فقدان شخص عزيز عليك او فشل في بيزنس او حتى فشل في الدراسة عشان كده وصنا الاسلام دائما باننا نصبر عند المصاحب ونعرف بان مع العسري يسرها وانا اذا صبرنا لنا بشارة من الله سبحانه قال الله سبحانه وتعالى او يكون هذا الاكتئاب بسبب شي عضوي داخل جسدك يا نقص فيتامين معين او خمول غدة في الجسد وهذا كله يؤثر على افراز هرمونات السعادة بشكل طبيعي وهنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم تداوه عباد الله فان الله سبحانه وتعالى لم يضع داء الا وضع معه شفاء اسف الاخير اذا انحلت المشكلة راح الاكتئاب ورجع الجسد يفرز هرمونات السعادة بشكل طبيعي مثله ورجع هذا الشخص يعيش حياته طبيعي بس بعد مرور الزمان وتطور البشرية ظهرت حالة من الاكتئاب غريبة اللي هو الاكتئاب بس من دون اسباح ما في سبب معين وراء هذا الاكتئاب كان اقوم ابغى اخد شاور مثلا تمام اجلس في الشاور ساعة كاملة ساعة كاملة واجلس ابكي 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 مرة مادر ايه ابغى عرف ايش اللي في يمن عارف جالس بس طول الوقت ابكي 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 وما ادر ايش اللي صاير ابغى عرف حتى كذا سبحان الله مخلي تحس انه صار سلبي مرة معايا يا اخو ربي شرحي مرة طبي بس ما ادر كيف شرح لكم فيه ناس عدر تقولي اخي اش ده التفاهم اش ده الكلام التافي ترون والله من جد ما في اسوأ من شعور انك ما عدت تحس باي شعور في الحياة لأي شيء لأي حاجة كذا ما في شعور بالضبط شخص مصاب بالاكتئاب بس ما يعرف شو السبب نفس اللي صار لاخونا بندرة في اخر السنين نسبة المكتئبين زادت ل25% في العالم كامل والنسبة لازالت في الزيادة فصارت فقدان الشغف بين العوام امر عادي وطبيعي واغلب الاشياء اللي كنا ننبسط وحنا نسويها زمان ما صار تسببنا اي سعادة وبدأوا الناس يكتسبون عادات جديدة مع مرور الزمن يا رجل حتى الاكل ما صار نناكله بشكل طبيعي اغلبنا دائما يمسك الجوال وهو يأكله واغلبنا صار يمل بسرعة من كل شيء ترى الموضوع يخوف شويتين لو تفكر فيه اليوم ما راح نتكلم عن حالة بندر بشكل خاص بنتكلم اليوم بشكل عام في الامور اللي ممكن توصلنا لمرحلة الاكتئاب من دون اي اسباب ترجمة نانسي قنقر بعد انتشار تهريب المخدرات في الثلاثينات من القرن الماضي قاموا بعض الباحثين اللي يبغون يدرسون مسألة الادمان على المخدرات ليش الناس تستمر على تعاطي المخدرات وما تقدر تقطع عنها رقيوا ان المخدرات تنشط جزء في الدماغ بشكل عالي جدا هذا الجزء يتنشط يوم نجي ناكل ونشرب أو حتى نل لكن المخدرات تنشطها بشكل عالي جدا ويوم يتنشط هذا الجزء من الدماغ يفرز مادة مسؤولة عن شعورنا بالنشوة والسعادة يعني يعتبر هرمون من هرمونات السعادة بس يحطيك سعادة مؤقتة يوم عرفوا هذه المعلومة قاموا في عام 1950 ميلادي بإجراء تجربة التجربة هذه كانت على الفيرون هذا هو الهيويي يتحرك الانما لتنشط على السمولات لفرق بالنشط هناك تشتريك الانما كنت ترى الانما فيه لأول دماغ بشكل عالي جدا لا يتمكن مدونة لا يتحرك للمشط ثم يتحرك للمشط يتحرك على السمولات يمكنك ان ترى الهوالي جميع فجاء بوفار وحطوا في راسه جهاز يحفز الدماغ يفرز هرمون معين الهرمون هذا هو ناقل عصبي موجود في دماغنا وحطوا هذا الفار في صندوق مقفل بس داخل هذا الصندوق زر معين الزر هذا موصل بالجهاز اللي موجود في راس هذا الفار مجرد ما الفار يضغط هذا الزر يشتغل هذا الجهاز مباشرة ويبدأ هذا الجهاز يحفز عقل هذا الفار أنه يفرز هذا الهرمون فجلسوا الباحثين ينتظرون هذا الفار متى يضغط هذا الزر وبدأ هذا الفار يدور بالصندوق وبدأ يتمشى داخل الصندوق يرين فجأة ضغط هذا الفار الزر فبدأ هذا الجهاز يحفز عقل الفار بأنه يفرز هذا الحر وهين انصدم الفار من المشاعر اللي حزها فبدأ الفار يحس بشعور بالنشوة والحماس والسعادة وبدأ كل شوية يضغط هذا الزر وكل مرة عقله يبدأ يفرز هذا الهرمون بجسمه بشكل عالي جدا حتى صار بس يضغط هذا الزر وصار حتى يرفض الأكل والشرب وما فارق هذا الزر جالس عند هذا الزر يضغطه حتى فقد الوحيد فقاموا الباحثين وسووا نفس التجربة بس المرة هذه داخل صندوق ثاني في الصندوق هذا شيء يفصل بين الفار والزر المنطقة هذه منطقة كهربائية مجرد ما يمشي عليها هذا الفار ينصعق بالكهرباء وكان قصد الباحثين هنا يبغون يشوفون هل الفار فعلا بيضحي بصحة أو حياته ويتقبل كل هذا الصعق الكهربائي عشان يضغط الزر وكانت النتيجة أن الفار فعلا تقبل الصعق الكهربائي كامل عشان يضغط هذا الزر عرفوا الباحثين أن هذا الهرمون اللي موجود في عقوننا قوي جدا وإنه هرمون إدماني من الدرجة الأولى وبعد هذه التجربة بدت الشركات الكبيرة تدرس هذا الهرمون بس بشكل أحمق وبدوا يتاجرون بهذا الهرمون اللي داخل إجرادنا ومن دون ما يركبون علينا أي جهاز فإيش هو هذا الهرمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير وموركم إن شاء الله طيبة غبت عنكم أربع أسابيع وشكرا لكم كلكم على الانتقال وأنا فرحان فرح شديد أني رجعت أنزل مقاطع ولكن والله مريت بظروف كثير ومنها انتقالي من مكان لمكاننا زي ما تشايفين حنا في المكان الجديد وإن شاء الله أن هذا المكان اللي رح نثبت فيه حاليا وباقي الظروف ربي سبحانه وتعالى يعلم الأهم من هذا كله إن رجعنا وبإذن الله بنرجع نزل بشكل أسبوع اللي خلاني يسوي مقطع اليوم هو الانتشار الواسع لبعض المقاطع اللي تتكلم عن كيف كنا سعيدين وحياتنا حلوة قبل 2020 وأكيد أنكم شفتوها حتى يقولون أن حياتنا قبل 2020 كانت مليئة بالسعادة ومليئة بالحياة لكنها تحولت تماما بعد 2020 وصارت مليئة بالاكتئاب والظلمة كثير من الناس فقدت الشغف في الحياة حتى اكتشفت أنها فعلا نسبة المكتئبين زادت في السنوات الأخيرة زادت بشكل كبير وملاحظ ومن هذه النقطة بدت رحلتي في اكتشاف تاريخ كامل لتجارة كاملة سميتها الحقيقة أنا بذجارة الاكتئاب بس قبل ما نبدأ لازم نعرف بأن عقوننا تنتج لكل مشاعر نحس فيها هرمون معين في مثلا يوم نحس بالخوف عسادنا تنتج هرمون يسمى بهرمون الأدرينالين وإذا حسينا بالتوتر والقلق عسادنا تفرز هرمون ثاني يسمى بهرمون الكرتزول كلها مشاعر وراها هرمونات موجودة في عسادنا إلا الشعور بالسعادة فالشعور بالسعادة فيه أكثر من هرمون معين أو ناقل عصبي ولكل هرمون وظيفة معينة مختلفة عن الثاني بس كلها تعطي نفس النتيجة واللي هو الشعور بالسعادة ومن أهم هذه الهرمونات هي هرمونين هرمون الدوبامين وهرمون السيروتونين هرمون الدوبامين يسمى بهرمون النشو هرمون يعطيك سعادة مؤقتة في فترة معينة ومن بعدها تختفي السعادة بس إيش وظيفة هذا الهرمون إذا كان بيعطينا سعادة مؤقتة ويروحك وظيفة هذا الهرمون إنه يساعدنا نختار أمر معين ويحفزنا إن نمر بكل الصعوبات عشان هذا الاختيار يعطينا شعور بالنشوة والحماس وقتها وشعور مؤقت بالسعادة مثلا إذا كنت جوعان جسمك يحفزك إنك تقوم وتدور أكل وإذا لقيت الأكل تحس وقتها بنشوة وسعادة عالية بس مجرد ما تشبع يروح الشعور هذا كامل وما تبقى معك إلا النتيجة أن بطنك مليئة وكل هذه السعادة مكافأة وتحفيز من جسمك عشان تاكل وما تموت وهذا الهرمون هو نعمة من الله سبحانه وتعالى لأنه يخلي من الأشياء الصعبة والمملة بيومنا مصدر للسعادة مثل الدراسة والرياضة حتى يوم تتروش وتنظف غرفتك أو حتى تطبخ أو حتى شغلك وعملك كل هذه تكون مصدر للسعادة في يومك هذا الهرمون أنه هرمون إدمانية وإنه إذا يرتفع ارتفاع سريع لابد يصير بعدها انخفاض بقدر الارتفاع يصير هبوط حاد وانخفاضه يسبب الشعور بالاكتئاب وهي نتيجة وظيفة الهرمون الثانية وهو يعتبر مضاد للاكتئاب اللي هو هرمون السيروتونين وهو هرمون السعادة الأساسية فمجرد ما يصير الهبوط الحاد في هرمون الدوبامين تبدأ تحس بشعور بالاكتئاب فيجي مباشرة هذا الهرمون ويوازن لك الموضوع ويحارب هذا الاكتئاب اللي داخلك بس مشكلة هذا الهرمون عشان يفرز في جسمك لابد يكون فيه نتيجة لابد يكون فيه نتيجة من كل النشوة اللي تعطيتها فهو هرمون يزيد إفراز جسمك له عن طريق النجاح في أشياء كثيرة وهو هرمون مو لحظي أبدا زي هرمون النشوة يخليك تحس بالسعادة فترات طويلة وعلى مدى بعيدة ويخلي شعورك متوازن ويخليك أكثر هدوء وأقل حماس وأكثر حتى ثقة في نفسك بس المشكلة أن هذا الهرمون إذا ما لقي نتيجة من كل هذه النشوة اللي بداخلك ما يفرز جسمك مضاد للإكتئاب اللي هو هذا الهرمون ولابد تتعامل مع الهبوط الحاد في هرمون الدوبامين واللي راح يكون صحب جدا لأن مجرد ما ينخفض عندك الدوبامين بالشكل عادة يبدأ جسمك يحفزك تدور على أشياء ترفع لك هرمون الدوبامين من جديد تروح تدور على أشياء تسبب لك نشوة عشان توازن الموضوع وترجع زيمك وهنا تبدأ تصير عالق في دائرة مغلقة من جرعات الدوبامين وعشان تعرف هل أنت عالق في هذه الدائرة أو لا أبغى منك طلب بسيط أبغىك تسوي مثل ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم يمطلع غار حراء واعتزل قوم وما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتها اللي ثوبة اللي عليه وأكل يشبع بطنك فأبغى منك بيوم من الأيام تترك كل شي بيدك وتفضي غرفة ببيتكم حتى من الأثاث وما تدخل في هذه الغرفة إلا بثوبك اللي عليه وأكل يشبع بطنك وتجلس في هذه الغرفة فقط يوم واحد الفكرة جدا ميب غريبة ولهي جديدة أبدا لأن أجدادنا كانوا يعتكفون في المساجد مو بس يوم واحد لمدة شهر وما كان معهم إلا ثوبهم اللي عليهم وأكل يشبع بطنهم ودائما يعبدون الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد في كل يوم وما عندها أي نوع من المشتتات الأمر مو مستحيل أبدا وأمر طبيعي جدا كانوا يعيشونه ويتعايشون معه الأول وشعورك اللي داخلك الحين هو هالدخيل عليك إذا شايف أن هذا الأمر صعب جدا 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 أو شبه مستحيل عليك ففيه احتمال كبير أنك عالق في هذه الدائرة من الدوبامين موضوع أنا اليوم تقيل شويتين لكنه مهم جدا وبإذن الله يغير حياة كثير مني عشان كذا اليوم لا تأخذ شي تاكلها تدرك سماعات إذن عشان تسمعني مصبوب وباك تركز وتصحصح معي ومن دوم نطول بسم الله نبدأ يولد الرجل الحر ولكن في قيود بكل مكان هذه المقولة لأحد الفلاسفة الفرنسيين ولكنها تحمل معنى كبير جدا لأن أغلب الناس يعتقد أن السعادة في كثرة الخيارات والحرية في هذه الخيارات عشان كذا أغلبنا يعتقد بأن الفلوس هي السعادة لأن الفلوس تعطيه خيارات أكثر وحرية أكبر في هذه الخيارات مع أن علماء النفس يقولون عكس هذا الكلام ويقولون أن كثرة الخيارات تؤدي إلى الاكتئاب وهذا كله يرجع لكلام الفيلسوف الفرنسي أننا فعلا مقيدين في كل مكان وتعتقد أن الخيارات هذه أنت حر فيها ولكن من تحر فيها؟ أنك مقيد بكلام ناس ومقيد بعادات مجتمع ومقيد حتى لعقلك وهذا الشيء اللي راح نتكلم فيه ففي علاقة كبيرة بين السعي وراء وهم الحرية هذا وبين الاكتئاب فلو نشوف أكثر الدول الحرية في العالم أو تقديس لهذه الحرية بنلقاها أمريكا بتنقول السيئ إن أكثر الدول الحرية اللي هي أمريكا تعاني من حالات قوية غير مسبقة من الاكتئاب فإلى الآن وصلت نسبة الاكتئاب عندهم 57.1% من أمريكا كاملة يعني أكثر من النص والنسبة جالسة تزيد إلى يومك في هنا تعرف أن في علاقة بين الحرية المطلقة والاكتئاب فعلا وهذا كله يرجع لأن حنا كبشر دائما راح نعبد شيء داما على وجهنا ومن هذه الأشياء اللي ممكن نعبدها هي عقون فحنا كبشر ما نقدر نتحكم بعقوننا 100% عقوننا عضو مثل باقي الأعظام مثل قلبك فأنت تحس بدقات قلبك لكن ما تقدر تتحكم فيها وهذا الشيء نفسه ينطبق على عقلك إذن فتحت لك خيارات كثيرة أمامك وما في توجيه من أحد أخبر منك في هذه الخيارات هنا يبدأ عقلك يشمر أكمامها ويبدأ يتصرفه بنفسه ويبدأ يقارن الخيارات هذه مع بعضها عشان يوصل لنتيجة أو يقرر قرار نهائي واللي يساعدك في اتخاذ القرار النهائي هذا هو هرمون النشر هرمون الدوبامين اللي ذكرناه قبل كده ويعتبر هرمون من هرمونات السعادة يحفزك هذا الهرمون أنك تختار خيار معين بناء على لون هذا الشيء أو شكل هذا الشيء وتحس وقتها بالنشوة والسعادة بس بعدها يصير عندك هبوط في هذا الهرمون هبوط حادة والهبوط الحاد هذا يسبب لك شعور بالاكتئاب وما يمنعك بعد الله سبحانه وتعالى عن الاكتئاب هذا غير النتيجة اللي بيدح فإذا كان في نتيجة إيجابية هنا جسمك يفرز هرمون مضاد للإكتئاب بس إذا ما كان في نتيجة أو نتيجة سلبية لابد تتعامل مع الاكتئاب اللي راح تمر فيه فلو قلنا مثلا أنك أنت إنسان تبغى تنحف وخيرتك الآن بين قطعة كتكات أو قطعة كوس عقلك الآن بيقارنهم مع بعض وأكثر الخيارات تنتج لك هرمون نشوة يحفزك عقلك أنك تختارها وتبدأ تحس بإحساس رغبة تجاه هذا الشيء إذا ما كان عندك المعلومات الكافية في أي الخيارات أفضل لك ومناسبة لحالتك والدايت اللي أنت ماسك يوجهك عقلك لقطعة الكتكات هذه وبتأكلها وبتعطيك نتيجة سلبية لا تناسب حالة الدايت اللي أنت فيها وهذا يثبت أن عقونا ما نقدر نتحكم فيها 100% وأنه ممكن لعقونا أنها تتحكم فينا وتتحكم في اختيارنا بس متى صار الموضوع خطير يمصار في بعض الناس اللي يتاجرون بهرمون النشوة يتاجرون بهذا الهرمون معنا في أجسادنا فصاروا ينتجون للناس خيارات في حياتهم تفرز لهم بكميات عالية من هذا الهرمون واللي يعتبر هرمون إدماء اللي خلت الناس اللي ما يعرفون خطورة سلعتهم تفضل سلعتهم على غيرها وبشكل أعمى حتى ومن أقوى هذه السلع تأثير في السوق هي المخدرات والإباحية والقمار وغيرها من الأشياء اللي حرمها الله سبحانه وتعالى علينا فهذه الاختيارات تنتج الرمون نشوة عالي جدا أكثر مما تتخيل عشان كذا تلقى الناس يدمنون على هذه الأشياء بس المشكلة إن النتائج كلها سلبية وبعد الارتفاع العالي لهذا الهرمون صار فيه هبوط حتى زي ما قلنا بس النتيجة هنا كانت سلبية فالجسم هنا ما أفرز أي مضادل الاكتيار فتبدأ أقولهم تحفزهم يرفعون هرمون النشوة من جديد عشان يخرجوا من هذا الشعوب فيصيرون عالقين في هذه الدائرة المغلقة فيصير يسعى لرضى شهوة وعقلة حتى يصير عالق في صندوق مغلق كل مرة يضغط الزر عشان يأخذ هذه الجراعة من الدوبامين مثل اللي حصل للفار فالله سبحانه وتعالى قال عنهم إنهم إلا كالأنعام بل أظل سبيلا فهذول الأشخاص قطعوا الحبل اللي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى بحثا عن الحرية كانوا يعتقدون أنهم إذا تركوا دين الله سبحانه وتعالى وأوامر الله بيلقون الحرية حين عشان كذا تلقى ملاحدة كثيرة بس أنهم في الأخير عبدوا عقولهم اللي ودتهم لهذه المرحلة عشان كذا تلقى أكثر نسبة انتحار في العالم من الملاحدة بس أقل نسبة انتحار في العالم كامل هم من المسلمين لأنهم استسلموا لأمر الله سبحانه وتعالى لوجههم لأحسن الاختيارات قال الله سبحانه وتعالى والذكر هنا القرآن لأن الله سبحانه وتعالى قال في آية ثانية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ما يوديك الأحسن اختيار لك لاحظت أن أكثر الأشياء لترفع عندك هذا الدوبامين وتخليك عالق في دائرة مغلقة هي من الأشياء اللي حرم الله أشياء محرمة فالله وجهنا أن نبتعد عن هذه الأشياء لأنها بتوديك إلى عبادة عقلك وعبادة شهوتك في الأخير عشان كده تلقى عندهم أكثر نسبة اكتئاب وأكثر نسبة انتحار حتى والهوملس عندهم تلقاهم في كل مكان تلقى ناس مشردين كثيرا ترى مو فقر عندهم لكن فتحت لهم هذه الخيارات من دون رادع ومن دون أحد يبيلهم أن هذه الخيارات ممكن توديك للتهلك فعبدوا عقولهم اللي ودتهم لهذا الطريق والله المستحى صاروا عبيد لعقولهم وشهوتهم اللي وصلتهم لهذه الدرجة مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فرأيت من اتخذ إلهه وهواء بس بعد مرور الزمان وفي عام 1955 ميلادي لقوا أن اللي يشاهد التلفزيون يفرز عنده هرمون النشوة برموة ومو بشكل بسيط بشكل عالي جدا تخلي الشخص يجلس أمام التلفاز فترات طويلة ويفضل اختيار الجلوس عند التلفاز على أشياء كثيرة في يوم فعرفوا أن هذا الهرمون بإمكان يفرز عند الشخص فقط من النظر وهو بس من التعاطي أو الأكل أو فعل شيء معين مثل القمار والأشياء هذه اللي حرمها الله سبحانه وتعالى وبدوا يلاحظون أن الأفلام والمسلسلات يجلسون عليها الناس بفترات طويلة فبدوا يلعبون على هذا الحبل وبدوا يطوروا من الأفلام والمسلسلات وتطوروا تطور سريع جدا سريع وواضح ففي عام 1967 ميلادي صار يصرف على الأفلام مبالغ طائلة صار يدخل في سالفة الأفلام هذه دول حتى ولقياوا لها زباين في كل مكان حتى عند نحن المسلمين صار الوضع بالنسبة لهم أحسن برضو من المخدرات والأشياء لأن المخدرات سوقها لها زباين محددين ومهي مسموحة في كل الدول بس هذه مسموحة في كل الدول وبرضو لها زباين كثار جد وبدوا يصرفون عليها مبالغ طائلة ولقيت الأفلام وقتها نجاح قوي جدا 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 حتى أن هذه الفترة سميت بالفترة الفضية للأفلام وكانت منتجرة ولها زخم قوي جدا وفي تطور ده وهي الفترة اللي تحولت فيها الأفلام من الأبيض والأسود إلى الأفلام الملونة بعد ما شدوا حيلهم في الدراسة وعرفوا بأن الألوان تزيد نسبة هرمون النشوة في عقودنا وتزيد من حالتنا الإدمانية على منتجاتهم ومو بس الألوان كذلك واقعية الفترة فمن هذه الفترة بدت الأفلام تصير أكثر واقعية عشان كذا سميت هذه الفترة بالفترة الفضية للأفلام وصار للأفلام مرتود ربحي كبير جدا أكبر مما تعتقد حتى إن قامت عليها اقتصاد دول كامل استغير هذا كله في عام 1977 الزخم القوي هذا بدأ يهبط شويته وهذا كله بسبب ظهور شيء اسمه أتاري نعم الأتاري اللي لعبناه حين نصار في الأتاري هنا غير اللعبة بالنسبة للأفلام والمسلسلات كان عليه إقبال من المدمنين بشكل قوي جدا سوق الأفلام كانت بس للفئة الكبيرة ولا الفئة العمرية الأكبر أما الأتاري ماشي سوقه عند الكبار والصغار ومن هنا ومن هذه النقطة بدت نهضة قوية في الألعاب الإلكترونية وسريعة جدا 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 هي اللي وصلتنا لهذه المرحلة اللي حين فيها الحين أنت تتفكر أن هذا كله علمه لا لا هي سوق متاجرة بهرمون الدوبامين يلعبون على المدمنين هذولا حتى وصلوا أنهم يدخلون عقلك داخل اللعبة بالواقع الافتراثي يدخلونك جو اللعبة نفسها تخيل كمية الدوبامين اللي راح يفرز جسمك وقتها يا ساتر ومن هنا صار فعلا فيه مدمنين بمعنى الكلمة وصار فيه ناس حتى يموتون بسبب الألعاب وهذا اللي صار لرجل في التايوان بعد ما جلس يلعب ثلاثة أيام متواصلة مقادرة تركها وتفكر أنها هي الحالة الوحيدة في حالات موت كثيرة في العالم بسببها وصار فعلا إدمان مثله مثل المخدرات لأنها تفرز هرمون نشوة عالي جدا ومن دون أي نتائج لأنها كلها عالم افتراضي مو بحقيقي وتخيل أن يجري السنين طويلة وهو يلعب في العالم الافتراضي هذا ويحقق نجاحات داخل هذا العالم مو في العالم الحقيقي نجاحاتها كلها داخل هذه العالم في يوم يخرج للعالم الحقيقي ما عنده أي نجاح هرمون السيروتونين صفر عنده ويبدأ فعلا عالق في الجرعات العالية من هذا الهرمون والمشكلة أن هذا الهرمون هو ناقل عصبي في الدماء وكل ما زاد هرمون الدوبامين ونزل وزاد ونزل وجلس في زيادة والنقص هذا السريح تتعطى البعض المستقبلات لهذا الهرمون في الدماء وما يصير عقل المتمن يفرز هرمون السعادة مثل أولا تبدأ تتوقف عنده هرمونات السعادة وتصير منخفضة جدا مثل اللي حصل لبندر الله يعفضها من كل شهر الحمد لله أنا بخير الحين فبندر مثل ما قال هو باللسان أنه كان يلعب الألعاب طول حياته ويحبها برد تتب تعرفون الألعاب من زمان وأنا ألعبها من وأنا صغير وأنا استمتع بالألعاب ولما تشغل وقتي عاجبني هذا هذا الشي خطير جدا لأنها دائما تخلي جسمك في ارتفاع ونهبوط مستمرة في الدبامين ومنهو صغير والمشكلة بندر هو صغير كان وقتها ينكر شيء اسم أكتئاب قبلها كان أقول اللي يكتب مثلا أنا مكتئب أنا مدري إيش أقول يا أخي شذا ولا الناس يا أخي كل يجرس يسوي طول الوقت نفسه زعلان ومدري إيش وهو معارف أنه أصلا ماشي بطريق الاكتئاب وجالس يدمر مستقبلات عصبية لهذا الهرمونات حتى يمرح بندر للطبيب النفسي لقي إن هرمونات السعادة في جسمه ما تفرز بشكل طبيب في مخك زي اللي صار له أوفرلود أو يعني استخدم بزيادة كذا كأنه اللي حرق مرة فصار يوقف أنه يفرز هرمون هو مسؤول عن السعادة في جسم الإنسان سبحان الله وفي سبب جلوس المستمر على هذه الألعاب في البيت صار عندنا نقص حاد برضو في فيتامين دا واللي أصلا ناخذ حنا من الشمس أي نعم الشمس اللي برضو حتى تعزز عندك إفراز السيروتوني لأنه تعرض أجسادنا للشمس تعزز عندنا هرمون السيروتوني اللي هو هرمون من هرمونات الزعادة برضو عشان كذا فيه شيء يسمى بإكتئاب الشتاء بس ما كان شغلهم على الألعاب الإلكترونية فقط ففي عام 1994 ميلادي لقيوا إن بإمكانهم يطورون الجوالات الجوال هذا دائما بيكون مع صاحبها وين ما يروح قاموا يبحثون عن طريقة يجعلون من الجوال العادي هذا للإتصال إلى أداة إدمنية يصير الشخص ما يقدر يتخلى عنها وكلها بس عشان الجيوب تجي عرب اختصار وفعل النجاح وأصدروا أول جوال ذكي اسمه سايمون أظن إنه اسمه سايمون أو سيمون ودوا يطورون في الجوالات إلى يومك هذا حتى صار الجوال مو بس جوال للإتصال فقط تقدر تتابع فيه أفلام وتقدر حتى تلعب فيه ألعاب وحتى يوم طلعت السوشال ميديا يصمموها بشكل يفرز عندك هرمون الدوبامين وهرمون النشوة بشكل عالي جدا عشان كذا صار وجود الجوال بحياتنا جزء كبير جدا وتغير من كونه جهاز للإتصال أو جهاز نقضي فيه حوائجنا لشي ثاني تماما جزء كبير في حياتنا ما نقدر نعيش من دون حرفيا وزادت حالتنا السوء يوم صارت الجائح عام 2020 تقفل علينا بالبيوت والكثير وجدوا مخرج كبير في الألعاب والسوشال ميديا ومسكة الجوال وكانوا يعتقدون أن مخرج مؤقت من الأزمة هذه اللي هم فيها مجرد ما تخلص الأزمة يرجعوا لحياتهم طبيعي بس الوضع ما كان كذا أبدا لأن مجرد ما انتهت الأزمة اكتشفوا أن عندهم أزمة ثانية تماما أزمة نفسية وهذا اللي حصل فعلا لأن نسبة عدد مستخدمين استيم ارتفعت بعد 2020 ارتفاع ملاحظة زي ما أنتوا شايفين واعتقد كلكم تعرفون شو هو استيم استيم تعتبر أكبر منصة ألعاب أكترونية هتقدر تحمل منها الآن أما فترة جلوس الناس على الجوال فارتفعت حتى هي بعد 2020 ارتفاع ملاحظة عشان كذا تلقى هذه المقاطع اللي تقول أن حياتنا كانت حلوة قبل 2020 وكانت مليئة بالحياة ومليئة بالسعادة وكيف أنها صارت جدا مظلمة وكئيبة جدا بعد 2020 وهذه حقيقة في العالم كامل في الحالة بدت تسوق بشكل كبير جدا لدرجة أن الناس مجالسين يستمتعون بالأكل اللي مفروض أن يعزز عنده رمون النشوة وهرمون الدوبامين بشكل عام عشان كده يمسك الجوال ويعقل في نفس الوقت عشان عقل يفرز هذا الهرمون بشكل طبيعي ومنه يعقل وما يحس إنه إنسان غير طبيعي والمشكلة أنه وصل الحال في الكثير للتساهل بهذا الأمر ومن يوم يولد ولدهم يجلسون على هذا الألعاب إلي نعاية اليوم بس عشان يفتكون من صجتها يعني في اليوم المشكلة أنه هذا إدمان وممكن يوصل للاكتئاب والدمار النفسي حتى إذا ما وصل للاكتئاب ممكن يوصل لمراحل سيئة جدا في المستقبل في يوم تتعطل بعض المستقبلات العصبية لهذا الهرمون ما يصير جسم يفرز الهرمون هذا بشكل طبيعي يبدأ ينقص هرمون الدوبامين في جسم يبدأ يحفز أن يدخل في أشياء ما يبغى يدخل فيها جسم يبدأ يحفز أن يدخل في أشياء ممكن حتى محرمها وهنا يبدأ يخسر الولد علاقتها بالله سبحانه وتعالى وممكن أهلا ممكن حتى مبادئة وأخلاقها لأن جسم يبدأ يحفز أن يدور لجراحات عالية من الدوبامين عشان يرفع عندها هذا الهرمون والمشكلة مع انتشار الأفلام والمسلسلات والألعاب في زمننا الحالي مع التطور اللي وصلنا له صار الكثير مصاب بهذا المرض وبهذا الإدماء نادر من الناس اللي يقدر ينجو منها والله المستحب والمشكلة أن الكثير مننا في الزمن هذا ما يعرف أن الأشياء البسيطة في اليوم تفرز عندها هرمون دوبامين عالي ويحس بالنشوة تجاهها بشكل كبير جد بس عشان هذه الخيارات ظهرت ما صارت الخيارات البسيطة اللي تعطيك نتائج حلوة تفرز لك دوبامين فمثلا قراءة الكتاب ترى تفرز عندك هرمون دوبامين عالي تتذكر إما يقولك إجلس في غرفة فاضية لوحدك يوم كامل ومن دون أي أجهزة ومن دون أي بلايستيشن ولا حتى جوال ما معك إلا ثوبك اللي عليك وأكل تاكل تخيل أنه يسمح لك أنك تقرأ كتاب وأنت في هذه الحالة إيش كمية الفرحة اللي بتحس فيها بتحس أن هذا الكتاب شي جميل جدا فيه ممكن تقرأ الكتاب وتخلص الكتاب هذا وتطلب كتاب ثاني بعد تطلع من كل هذه النشوة بسعادة وإنت ممكن ما عمرك قد حطيت الكتاب خيار في حياتك وهذه هي المشاعر الصحية الطبيعية اللي مفروض حنا نحسها تجاه الأشياء ما حكم الألعاب الإلكترونية بدون صورة ولا موسيقى ما فيه له وإشغال للفكر فإنه لا يجوز أي كرتونية أو غيرها كل ما يشغل عن ذكر الله وعن طاعة الله وحتى عن ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه فإنه لا يجوز في الأخير لازم نعرف أن في هذه الدنيا فيه أشخاص ما عندهم أمانة وما عندهم دين ولا مبادئ وما يهم هذول الأشخاص إلا جيوبهم والمشكلة أن هذول الأشخاص متقدمين عننا خطوة بالعلم شئت أم أبيت عندهم علم مهو بعند كنس جالسين يستخدمون جهلنا عشان يعبون جيوبهم لا يهمهم صحتك ولا مزاجك أكبر عشان كده لابد أنك توقف لازم توقف وتنظر لحالك جالسين يستخدمونك كضحية عشان يعبون جيوبهم لازم تستوعب هذا الأمر أقل شيء باقي تستوعب أن هذه الأشياء مضرة والأشياء ميب كويسة ولا بتسهل حياتك بل تصعب حياتك وتصعبها بكثير جدا خلي من الأشياء الطبيعية التي تستمتع فيها في يومك جدا مزعجة وجدا تقيل على قلبك كل هذا لأنك جعلت السعادة فقط حدف في يومك فعقلك وجهك لهذه الخيارات اللي جدا سيئة وانت ما تعرف أن هذه أصلا ميه السعادة هذه نشوة في الأصل سبب لك سعادة بسيطة فقط ومؤقتة الله سبحانه وتعالى سنسنا في الأرض أن السعادة دائما مربوطة بتعب وجهد السعادة الحقيقية اتعب واشتهد عشان تحصل على السعادة حتى في عقودنا المتعة اللي قاعد تحصلها من البلسيشن والألعاب الإلكترونية ومسكة الجوال والسوشال ميديا هذه كلها سعادة مؤقتة هذه كلها نشوة ميب سعادة وما رح تستمر معك مجرد ما تقفل رح تشعر بشعور صيء جدا لابد تبعد عن هذه المشتتات اللي ألهتك وخلت حياتك أصعب وضيعت وقتك وضيعت حياتك برضو والمشكلة أن في ناس كثير تقول أن حالتنا أحسن بكثير من اللي بره وجالس يتعاطى أو يسبب مشاكل وما يدري أنه برضو جالس يتعاطى في البيت مثله الألعاب الإلكترونية في مثابة الكوكاين عقلك سلعات مختلفة ولكن لها تأثير واحد على عقلك أما الشيء الثاني لازم نعرف أنه موحنا مثل الكفار فإحنا كمسلمين متمسكين بحبل الله سبحانه وتعالى اللي وجهنا لأحسن الاختيارات وكل ما حسننا علاقتنا بالله سبحانه وتعالى بيودينا لأفضل النتائج وأعظم هذه النتائج جنات عرضها السماوات والأرض عشان كذا دائما يقولوا للمكتئب قوم وصل وحسن علاقتك مع الله سبحانه وتعالى أول ومن هنا نقطة التغيير نحسن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى ونستعين به على أن نطلع من هذه الدائرة المغلقة ومن هذا الإدمان ونبدأ نحدد يوم في الأسبوع نبعد عن استخدام الأجهزة استخدام ترفيه ما تستخدمها إلا لحوائج فقط في هذا اليوم تستبدل الوقت اللي كنت تضيع على الأجهزة والأشياء الإدمانية هذه بأشياء مفيدة تفيدك في دنياك وآخرت فمثلا لو خصصت هذا اليوم أنك تحفظ فيه القرآن أو أنك تقرأ كتاب جديد أو أنك تتعلم فن قتالي أو أنك تروح تتمرن وتعزز من صحتك أو أنك تتبنى موهبة جديدة وبتلقى بإذن الله أن حالتك تتحسن وبيصير لهذا اليوم مفعول قوي على نفسيتك خطوة وراء خطوة ونزيد يوم ثالث يعني يصير يومين في الأسبوع نبعد عن استخدام الأجهزة استخدام ترفيهي ولو تستمر على هذا الحالة كل أسبوع تزيد يوم واحد تتفاجأ أن عقلك مباشرة بيفرز هرمونات السعادة بشكل طبيحي وتبدأ تحس بشعور كويس في يومك في يوم واحد رجع لي الشعور حقه نص ساعة يمكن في اليوم يوم كذا في يوم كامل نص ساعة كان شعور حلو وكذا نص ساعة واختفى بس كان النص ساعة هذه الحياة بالنسبة وحبة حبة جالس أنه الوضع يزيد نفس الشعور اللي حاس فيه بندر الله يحفظ وترجع تحب نفس الأشياء اللي كنت تحبها زمان وتسويها قبل عشرين عشرين حتى أكلك ما بتصير مضطر أنك تمسك الجوال عشان تأكلها بيصير عقلك مباشرة متأقلم على أن يستمتع في الأكل تصير مركز في أكلك وفي الأخير لازم نعرف أن ما ندخل شيء ترفيهي جديد في حياتنا من دوما ندرس نتائج هذا الشيء حتى ولو كان هذا الشيء حلال لازم نعرف إذا له نتيجة إيجابية أو نفقة التجارة بسعادة مؤقتة مقابل اكتئاب دائم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر